عزيز المشاهد أحبائي أرحب بيكم في حلقة جديدة في مدرسة المسيح أرحب بيكم في رحلة خرجناها مع بعض بأن سنوات طويلة مش عارف هنخلص إمتى لكن بمشية ربنا أتمنى نكون غطينا جزء جبير جدا مما نحتاج أن نعرفه في أساسيات علاقتنا بالله وبأنفسنا وبالآخرين في الجزء ده بنتكلم عن تربية الأبناء أو تنشئة الأبناء وتكلمنا عن خمس مراحل ووصلنا لمرحلة اللي بسمية مرحلة المراهقة بكل التحديات اللي فيها وقلنا هنا هنقف وقفة طويلة لأن المعلومات اللي احنا محتاجين نعرفها ونقشها أكثر من أي وقت مضى تكلمنا عن تحديات أربعة تكلمنا عن مظاهر هذه التحديات تكلمنا عن سمات هذه المرحلة وبعدين مؤخرا الحلقة الماضية بنتكلم دوري أنا إيه دوري أنا أعمل إيه كأب وأم كوالدين في مواجهة التحديات دي وفي مساعدة أبناء يعبروا الفترة دي وخرجوا ناضجين جمال أسوياء إيجابيين يختاروا لأنفسهم الكرير بتاعهم وشريك حياتهم ويعيشوا دعوة الله وقصده في حياتهم وتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن ثلاث حاجات احنا قلنا عندنا شوية حاجات كتيرة حنقولها دورنا فتكلمنا عن ثلاث حاجات المحبة غير المشروطة اكسب صدقته اتكلمنا عن فهمي للتطورات والصراعات اللي جواه وبالتالي أنا عايز جوه هادئ في البيت عشان يبقى الصراع بجواه مش كمان جواه وبراه وبعند تكلمنا الثالثة اللي هي الفهم والحوار والإقناع الفهم والحوار والإقناع وسميناها incarnation التجسد الدخول إلى عالمه عشان أقدر أحاوره بلغته عشان أقدر أساعده عشان أقدر أقنعه بالصح عشان أقدر أقف جنبه وما يروحش مني شمال وما يروحش مني يمين وكنا ابتدين الأسئلة بسؤالين أفتكر عندنا أسئلة تانية كتير احنا جابي إيمان معانا من الأول لأنها لعبة دور كبير قوي في حياة أولادنا فعندها خبرة واقعية مش مجرد نظرية كما نقول في سؤال وراء احنا في المراحل اللي قبل كده ما اتكلمناش على الحوار والإقناع بس لو احنا بنستخدمهم في المراحل اللي قبل كده يعني ده كويس ولا مش كويس يعني لما يوصل بقى للمرحلة اللي هي التين إيج أو المراهق هيبقى يعني الحوار والإقناع بقى هيبقى يعني بيتضاعف ويتزايد عشان أقدر أقنعه ولا ده ده ما فيوش مشكلة يعني احنا في المبادئ قلنا كن متاحا كن قريب كن مقنعا ففي كل السكة أنا لازم أبقى مقنع بس قولنا في المرحلة دي بالذات بقى مش ما لازم أبقى مقنع جدا اللي قبل كده البسيط ممكن يبقى كفاية الكلام العادي ممكن يبقى مقنع هنا مش هينفع لازم أمتأكد ان اللي بقوله ما يخرش الميا ولي بتكلم باللغة هو بيفكر ازاي فمن منطقه بكلمه مش مجرد من فوق اللي قبل كده يمكن يقبل الكلام من فوق بس هنا مش هيقبل الكلام من فوق لازم الكلام يبقى بالعرض مش من فوق مش بابا وماما بيقولوا لكن احنا كأصدقاء بنتكلم احنا كأصحاب بنتكلم فلازم أكون مقنع كصديق مش مقنع كأب لكنها لازم أكون مقنع من الأول من أول ما في حوار من أول ما سأل ليه فاكرين أنا مرحلة اللي بيسأل ليه فاكرين ثلاث سنين ليه ما هي من اتنين لتلات أول ما حيبتدي يتكلم أول حاجتين حيقولهم بعد بابا وماما حيقول ايه ويه ليه فانا بقول ليه بس ليه هنا وقتها فمش زي ليه بعد كده مش كده يعني العملية بتبقى مجعلصة قوي 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 طبعا يعني لانا سمعتو حلوة قوي بس انا ساعات بحس انه مثلا لما انا بعرف الحاجات ديت مش بقدر أطبق مرة واحدة يعني بحس انه في يعني حاجة قدر أعملها حاجتين تقع مني يحصل مشكلة بيني انا وفادي ممكن يدخلوا الولاد بحس اني مش قادرة أثبت كل مبدأ او كل معرفة انا عرفتها يعني يعني حتى لو ديت الحب الغير مشروط لكن مش بقدر دايما يبقى في حوار وفهم وإقناع ساعات في حاجات بقفلها ببقى مش قادرة ما عنديش قوة اني قعد كل شوية هيبقى في حوار وفهم ساعات في حاجات بقفلها لو هما مثلا احتياجهم في الصيف مثلا انه يبقى أصحابهم طول الوقت وعايزين البيت دايما يبقى لهم عند حد او حد عندهم لا مش بينفاعني أعمل كده بقول لهم لا أنا أقدر أعمل كده لكن ما أقدرش أعمل ده كل يوم مثلا يعني في حاجات الميديا والآيباد والآيفون والحاجات دي كل شوية عايزين الأجدد لا ما بقدرش أقول لهم ها ها هاقول لك وحقنعك وساعات أقول لهم لا مش فيما قدرتي أعمل كده وده مش إقناع ده مقنع يعني إيه راي لأنا بقفل عليهم كده لا لا يعني لما أقول حبيبي يعني إحنا في ناس تقدر تغير موديل العربية كل سنة وتغير موديل الآيباد كل ما ينزل الجديد وتغير الآيفون كل ما ينزل اللي بعدين في ناس ما تقدرش تعمل كده إحنا ما إحناش أغنية كده هل ده مش مقنع؟ يعني عادي من أنا أعمل لا بسأل سؤال لا أنا بالنسبالي مقنع وده اللي بقدر أعمله ولو أنت طفلة أو أنت حد لو أنت بنت وباباك يقلك كده وده الحقيقي هو ما بيغيرش حكته كده ما بغيرش عربيته كده ما بغيرش الآيفون بتاعه هو لو هو بيعمل كده ما بيعملش كده مع نفسه فلا بيقولك أنا مقدرش أعمل كده معاك ده مقنع ولا لا؟ لا مقنع أوكي بسم تالي إيمان عندها كلام كتير قوي تقول لا في النص السؤال الأولاني بقى أنه أنا يعني بحس أنه تحدي كبير قوي أن أنا أعرف المعرفة دي أنا مقتنعة بها قوي بس لما بروح البيت بحس أن في حاجات بتقع سواء مني أو من فادي يعني مش بنعرف نطبق الحاجات كما يعني أخدناها هنا يعني ده أنا هقول كما لحوزة كده يمكن يساعدوا التكمل على اللسان أحاق له شوية حاجات براكتكل الحاجة الأولانية أنه لو عندي عيال تين إيج بالذات لازم أخد خلوتي الصبح بجد مش بهزر لأنه الطلبات العيال التين إيج دوت ونوع بجد مش فكرة أن أنا بروحا بس المطلوب مع التين إيج لازم يبقى من عند ربنا هم بيحتاجوا نعمة بيحتاجوا نعمة لأنه حتة الحب الغير مشروط مهمة قوي هنا لأنه هم بيبقوا صعب يتحبوا بالسهل يعني أنت وهو صغير بيبي لذيذ يعني أحبه بقى مشروطه غير مشروطي عشان عمل على روحه سهلة بس هو أساساً هو مش طيق نفسه هم هم فعلي بقى عندهم مشكلة في قبول روحهم وفي حبهم لنفسهم فهو أساساً مش طيق نفسه وبيجي لك بيزوءك هو بيجي عشان زي السمح اللي بيقول روح تتمرده بتاعه فهو المطلوب منك أنك أنت تحب واحد بيزوءك فهي بتبقى اللخبطة اللي جواه أو جواها أن هي بتزوء وإنت مطلوب منك أنك أنت تاخد الرد الفعل العكسي اللي هو جواه عايزه يعني هو بالمنظر بيرفض وفي أعماقه عايزك جداً 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 فهو ملحكتين جواه هو عايزك ومش عايزك في نفس الوقت فبليز في موضوع لما يكون عندي تين اجر هياخد خلوتي مهمة جداً 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 أقرأ الكتاب كده فيغسلني ويديني نعمة ويلمع الوصايا جواي وأخد من ربنا حب وأخد منه هدوء وأخد منه سلام أعرف أواجه بيه يومي فموضوع زي ما سامح بيقول الأكل الكويس والنوم الكويس مع التين اجر لو أنا أب وأم أضيف عليها كمان بليز خلوتك الحاجة الثانية في حتة الحب الغير مشروط دي هي إنه دي اللقبطة اللي إحنا بتبقى صعبة علينا إن هو بيبقى بيديك الانطباع أنه رفضك فهو بيزوق وأنت المطلوب منك إنك أنت تحب فهي بتبقى مش عارف أنت تعملها إزاي فأنا هفضل حالتي من جوا بحبه بس أعبر عنها إزاي أحياناً بتبقى محتاجة مني أفهم شخصيته وأعملها بس هو الوقت اللي بيزوق فيه ده أكتر وقت عايز فيه قبول وأكتر وقت عايز فيه كلام احترام وكلام تقدير وكلام تشجيع بس أعملها إزاي ممكن مثلاً هو يبقى في حالة التمرض وحالة الصورة دي أنا أفكر إنه هو الشوكولاتة اللي هو بيحبه مثلاً يمكن هو بيحب أكتر حاجة مثلاً بتاع الحمرة اللي فيها كور من جوا دينا اسمها إيه بس عشان نادر كان بيحبها قوي مالتيزرز ممكن تجبيه له اتنين وتحطيهم على مكتبه حالوه هيتبدل حالوه هيتبدل التتشوف لاف كده فيها اللي هو بيحبه قوي مثلاً تعمل الطبخة اللي هو بيحبها قوي يومها وتقدميها بطريقة معينة بحيث إنه حاجة ما فيهاش إنك كبس على نفسه وإنك أنت بترياكت بإنك تحضن لأنه احتمال يكون مش هو ده اللي طايقه خالص دلوقتي بالعكس هو بيزق فأنا ممكن أعمل خطوات عملية فيها بقوله إن أنا على فكرة لسه بحبك قوي بس في نفسه وقت سايب لك السبيس لكن هي محتاجة نعمة من ربنا في حاجتين أقولهم في الحتة دي إنه وأنا بتعامل مع التين إيه دي شفي حاجة أنا خضتني في حياتي قوي إنك بتفاكت بواحد طالع غيرك يعني عادة أنت مع البيبي بتفتكر أو أنا كنت تفاكرة إنه عيالي دول هتلاعوا زي زي بالزبط نفس الزوء ونفس الكلام ونفس الطريقة ونفس التفكير دول عيالي دول حتة مني هتلاعوا زي يا زي سامح يعني هيروحوا فين هتلاعوا زي يا زي نفس الزوء ونفس الطريقة أنت بتفاجأ بقى إن في حد تاني خالص طالع ليه طريق التفكير ده هو واحد تاني على فكرة هو واحد تاني وهيفضل واحد تاني أنا لازم أتعامل مع عامل منطلق ده إن أنا بتعامل مع حد لازم أحترم إنه واحد تاني ليه زي الزوء التاني اللي لازم أحترمه ليه طريق التفكيرها التانية اللي لازم أحترمها هو حد تاني ومش لازم عشان هو غيري أنا الحلو هو الوحش خالص يعني ده حد مجرد تاني فأنا لازم أتعامل بهذا الاحترام وأنا بتعامل معه إن هو حد تاني من حق ويكون مختلف وأنا أقدر ده وزي ما بعمل مع صاحبتي إن أنا هي حد مختلفة بنصحها وبتكلم معه بتاع لكن أنا بحترم إنه مختلفة لازم ما أتخضش في الموضوع ده وأديله المساحة الحاجة الأخيرة اللي أنا عايزة أقولها بس الحتة دي مهمة لإن أنت هتفاجأ إن في كل اختياراته اللي جاية هو حد تاني ومش بيحقق مش شرط إن هو بيحقق أحلامك اللي هي مش شرط إن هي تنسبه أو إن هي حتى الصح الحاجة الأخيرة اللي عايزة أقولها في حتة الصداقة دي مع الأهل إنه ممكن تكون إلى حد كبير عمل محدش بيبقى كامل لكن ممكن تكون إلى حد كبير العمل اللي عليك لكن ستل هو مختار أكتر بكتير إنه يكون صديق أصحابه ومش صديقك أو صديقتك فإحنا محتاجين برضو نحن نوافق على ده هو ده هيكون سبب حاجتين إن أنا ما كنتش صحة أو يطول السكة ده واقع فخلاص هو النهاردة مش هينفع أكون أنا فعلا صحبه وأنا مش قادر أنجح في ده من غير ما حس بالذنب أقبل الواقع ده لأن أنا لو حاولت لأن هو لو حاولت أغيره هيبقى مصطنع وهيبقى سخيف وفي نفس الوقت هو عايق هو بيحب أصحابه أوي 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 وهو يعني هأفاجأ إن هما ما كانتهم عنده وتأثيرهم عليه أكتر مني أوي أديله المساحة دي يعني لا أغير ولا أتفرس ولا أعايز أغير الوضع لأن هو أصحابه زي ما سامح كان بيقول ما كانتهم كبيرة أوي أوي جواه وممكن يبدو كأنه هما بيفضلهم قوي قوي عننا بليز لازم أتفهم لازم أتفهم وأديله المساحة دي وقدرها وأسبها له فهو كده هيحب ده ويحترمه فيها الحاجة الثانية إنه تأثير رأيي يعني مهمة قوي إن أنا أفضل أكون مقنع زي سامح ما بيقول مهمة قوي أفضل أكون مقنع طول الوقت لكن بالرغم إن أنا مقنع ممكن صاحبه اللي بره أو القائد بتاعه بتاع الكنيسة تأثيره عليها هيبقى ستيل أقوى وهيبقى ممكن يكون بالنسبة له مقنع أكتر فأنا لازم أكون برضو حساس في الحتة دي وأكون بقدر الإمكان قريب أولا أنا يعني حاجة جميلة بنحظوكم إن كل عيالكم لسه صغيرين فإنشئ ليهم من دلوقتي الأصدقاء اللي لما هيجباروا وهيبقوا هما نمرأ واحد في حياته في فترة أنا هبقى مستريح إن هما نمرأ واحد في حياته والقائد الروحي بتاعه في الكنيسة هيبقى مهمة قوي أكتر مني فمن دلوقتي أبتدي أحطه في الأتموسفير اللي لما يبقتين إيت جبقى مرتاحة للساتينج اللي موجود وأبقى بقدر الإمكان إن تتش مع القائد بتاعه اللي في الغالب هيكون فاهمه هيكون قريب منه متقبل طريقة تفكيره أكتر خليني أحكي قصة يعني من وقائنا زي ما قلت إيمان نجحت قوي تبقى صحبتهم قوي وهي قدت وقت ليهم قدت حياتها يعني ليهم فقدرت تبني كباري هائلة وتساعدني كمان في التواصل معهم برغم زحام حياتي حد من أولادنا يعني في المرحلة دي لقنا بيبعد عننا ومش عايز يتكلم معانا ومش عايز يصحبنا يعني فمرة يعني ما نسألته قالته يعني ليه ليه قال لا أصحابي كلهم بيقولولي هو في حد في السن ده يصحب أهله أنت إيه دي يعني أنت مجنون يعني أنت مش طبيعي ولا إيه يعني يعني أصحابي قالولي ما ينفعش ما يصحش عيب يعني ده عيب يعني ده عيب ده مش ده مش خصائص سننا إنك تبقى لسه مصاحب أهلك يعني ده الوقت اللي فيه ابن نصور عليهم فهلما معا نصور على أهلنا فبس بسبب العلاقة قدر يقول لنا العبارة دي هو مش عايز كده بس هو هو ده المجتمع اللي عايشين فيه خدت وقت وبعدين رجع فيه حاس يعني أنا ليه أسمعك يا مصحابي يعني هم أهلي عاملين لي إيه عشان أخسرهم يعني هم أهليني في إيه هم مديني الحرية ومديني الاحترام وبتناقشوا معا يعني هم ما ما عاملونيش فهام فهامي اللي عايز أقوله فخلي بالك إن الضغط اللي برة بيحاول يعمل كده فإنت المجهود الإضافي اللي بتعمله عشان حتى لو ده حصل من الضغط لبرة وده ضغط مسيحي يعني دول أصحابه كمان بتوع كنيسة هم يعني يعني اللي بيقولوله كده دول دول مش بتوع الشارع يعني دول بتوع كنيسة لكن ده 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 الجو العام دي ثقافة هذا السن زي ما قلنا الفكرة إنه الشلة بقت مش قبل كده بقت هنا وهنا المرحلة قبلها فاكرين من ستة للاحد عشر بعد كده بيبقى هنا ضد هنا فحتى اللي انت بتعمله اللي هناك بيقول له اوع اوع انت هو انت مش من هنا ولا ايه يعني يعني ايه فا ااا لكن قربك منه حيخليك في وقتين يقول انت انت زاعمل يا ليه واحنا عملنا ايه طب وامهيه vielä مفروض نعمله؟ هتفاجأ ممكن يقول لك عبارة زادية الصحابي هما لبيقولولي الحقيقة بص 인itsu شايف معناHowما بيقولوه ام واضح؟ طيب أنا عايزك تردي على الحتة ديت انا عارف هعمل أنا عارف اعمل هاجات دي كلها مع بعضها ولا هتقع مني حاجات في السكة أنا بس اللي عايز أقوله أن موضوع الأصحاب ده مهمة قوي 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 إنه على قد أهميتهم بالنسبة لهم لازم يكون أهميتهم بالنسبة لنا وما فيش داي نحوط روحنا في مقاردة معاهم يعني هم ممكن قوي دولنا الانتباع عن أصحابهم أهم وألز وألطف وعايز أقضي معهم وقت وإنتو تيجوا نمرة اتنين بليز لازم نقبل ده لازم نقبل ده وبأسوك أنت ممكن كمان تقع في غلطة كبيرة أنا ما يعجبكش أصحابهم طب هم مش عاجبيني وهي فين وبتاع مصيبة لقد هم هو شايفهم خرافة فيما أنت تقول كده هم أنت خسرتهم تماما فهما لازم تحبهم وتقدرهم وتديهم نفس الأهمية اللي هو نفسه مديه هم ساعتها هيحس لك أنت ويجيبهم البيت وتعمل لهم أكل نذيذ ومش عايف إيه كل الكلام ده كل يوم ولو علاقت ليهم أنه تصرفاتهم مش بتناسبنا مش بتناسب بيتنا وإحنا مش بنحب هي حاجات بتبقى مدايقانة يعني حاجات إحنا مش حبينا مش عايشين على المبادئ دي بيتنا ده مش من حقي أقوله كده بصي من حقي أقول طبعا ولازم أقول بس لازم الحاجات كلها تاخد بالانس وتاخد وتتعمل بالطريقة الصحة يعني إحنا بنحبوهم قوي وهم جمال وكفايا أنهم أصحابك بس أنا بحبش التصرف ده هتدافع هي جامد قوي عن التصرف ده خلص قلتلك رأيي بس سيبيه وامشي يعني قوليها الرأيي وخلص لك عن فكرة هي بنت جميلة قوي وأنا بحبها وفضلي حبيها وفضلي قريبة منها بس أنا بقولك أن الحتة دي مش إحنا بس حتة إيه بقى سينا أنا عارف أعمل كل حاجات دي وبعمل حتة منها وبعرفش أعمل حتة منها وبضيع مني وبتسقط مني يعني دي وقعي أن أقدر أعمل كل الحاجات دي في وقت واحد طبعا طبعا كل واحد فينا في حدود اللي يقدر يعملو وهما الولاد بيحسوا بيحسوا أنه ده إن ماما عملت كل اللي تقدر عليه ولا هي ولا هي مطنشاني ولا هي مش مدياني أولوية يعني هما بيحسوا فأنت أعملي طبعا اللي تقدري عليه واللي قلبك من سريح له بمنتهى الحب وبمنتهى يعني التركيز مع أولوية ولادي في حياتي وأنا وفادي نعتذر لبعض لأنه ممكن تحصل غلطات مننا في وسط ما هما موجودين في وسطينا وهمشي العلاقتين جنب بعض لأننا هنعتذر لبعض وهنعتذر لبعض قدامهم لو غلطنا قدامهم يعني لو عملنا حاجة غلط قدامهم مع بعض هنجيبهم ونعتذر لبعض قدامهم ده بيوه يعني درس العمر ليهم تصحيح الخطأ يا جماعة غالي لكنه بيأثر تأثير إيجابي هائل هائل وحنقول واحدة من الحاجات أنك أنت بتعلم يعني البني آدم في الفترة دي إزاي من الأخطاء يطلح حاجة حلوة من الآكلي خرج أكلا من الجافي خرجت حلاق ده درس محتاج يتعلمه في المرحلة دي لأنه هو هيغلط كتير في المرحلة دي فيها هيزعل من روحه وحيقس من نفسه يا إما هيتعلم إزاي يطلع هنجي لها نقطة كاملة فإحنا إحنا عايزين نجسدها له بابا وماما إحنا غلطنا احتزرنا لبعض وبصنا بعض قدامهم وبواطنا في بعضه سوريا أولاد وإننا عملنا كده وإننا عارف إن ده بيزعك وإننا عارف إن ده مش يعني الدرس اللي أنا عملته من تصريح الغلط مرات بيبقى أفضل من إني ما غلطتش لأنه شاف لما غلط أقدر أصلح ولما بصلح بتبقى جميلة جدا ورائعة فواطحة محدش ما بيغلطش يا جماعة يعني pogد فتكرو إحنا عشان بقول الكلام dove إحنا مغلطناش إحنا غلطنا وعملنا أخطاء إحنا بنقول لكم حاجات لأ أنا تعلمناها بالغلط إحنا عملنا الغلط الاختشرفنا عنو غلط فعملنا الصح ففرق معنا فمحدش مش هيغلط اه يعقول بيقول في أشياء كثيرة نعصر جميعنا بص العبارة حتة عبارة يا نه هرب واللي كاتبها رسول يعني مش اللي كاتبها يعني واحد مننا فبيقول كلها من اغلط يا جماعة لا ده اللي كاتبها واحد كبير كاتب جزء من الانجليل كاتب رسالة يعقوم فالصديق يسقط لكنه يعمل ايه يقوم اغلط لكن اصلح ده الفرق بين الصديق وغير الصديق الغير الصديق يسقط ويتمرمخ في الغلط ويدافع عن الغلط فهماني الصديق يسقط يقوم ويعتذر ويصلح والتصليح مرات كتير نتكتب تبقى رائعة كما لو كان افضل من لو مغلطش طبعا مش عايز اغلط وصلح يعني مش الهدف كده لكن عايز اقول بتعلمه درس انك تقدر تصلح الغلطة تقدر تعمل كده عايز اسأل لحد فين اسيبه الاختيارات لان انا ساعد بحيث انه فيه اختيارات لو اختارها ممكن يعني اختيارات توضيف ده هي بقى خالص لحد فين اقول خلاص لا يعني ستوب مش هتاخد اختيارك ده انا اللي هاختار مسلا هبابا اللي هياختار بانطلون اللي هلبسه نظره لا 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 هكيد مش دي اختيارات دي ده دينا مسلا وبتكلم على الاني سن احنا بنتكلم على حتى التين ايجر اه اوكي زي اي اختيارات توضيف ده هي العلاقات مسلا الكلية يعني الكليات شوية خلينا ناخد العلاقات ايه اختيارات في العلاقات اه عجبته حد مش مناسب خالص و ايه بالزبط حد برا بقى خالص يعني وحاولت اقنع للاخر مقتنعش لحد ايم تقولي الاختيار ده لا خالص بقى مش اختيارك ده اختياري انا هتعمل ايه ازاي? اقول لنا كده? لا انا بس اعلم. هتعمل ايه? اقول لنا يعني. اقول لنا هتعمل ايه? لأ خلاص ده مش اختيارك ده اختيار كده? انت هتحب فلانا مش فلان صح? مش فلان. هتعمل ايه? طب بلاش العلاقات طيب? لا تدخل في معركة. ايوة كملي. زي مذاكرة مسلا. انا بس ايه صعب يعني. طبعا. اه. مفر يا جماعة مفيش حد من عيالنا مش هيحب. وهو تين ايج. الا يعني لو حب اشكر ربنا لانه معانيتها ان ابنك وبنتك طبيعيين. الا لو حطتهم في عيل بقزاز وتيدي بقى مصيبة. هو لازم يمر في المراحل دي كبني قدم طبيعي. فهي البنت او الولد هيحبه. هيحبه. فانت هت. لو انت عارف. او تخلي البنات يبقى معاك والولاد معاك وانتو بتحضروا. اه. اه. فاذا جاء. اذا. لنفرض ان نمسك كيس زي كده. ان هي حبت وطلعت الموضوع غيرت خلاص. مشكلتها تبقى مشكلتي. مشكلتها دلوقتي مشكلتي. احنا الاتنين متورطين في الموضوع ده. مش انا ماما. وبقولك ان اللي انت عملتي ده غلط. وتوقف. ولا. وبعدين يعني. عندها مشاعر. لو حبيت تقول حاضر هتعمل ايه. ما فهمها قصدي. فهي اساسا هت. فانتي لازم تكوني. انا. احسسيها. انا احنا دلوقتي عندنا مشكلة. من يعني. بتناقي طبعا الكلام مش تقولينها عندنا مشكلة. بس نحلم. انت انت لازم تفكري انا هحلم عنها المشكلة دي ازاي. وتحطي روحك مطرحة. وتشوف ازاي ازاي نتصرف. ازاي نقول. ازاي نعمل. ازاي نساعد. بس هي دلوقتي ان بان. ان هي. ان هي حبت. ان هي حبت واحد وان الواحد ده يعني هي عارفة انه مش هينفع. فهي دلوقتي في هي دلوقتي بالنسبة لروحها هي في مقساة. في مقساة ان اسمها ان المجتمع مش هيوافق. واهلي مش هيوافقه. مع ان البني ادم ده احسن من الكل اللي زي. في رقيقها. وانسان يستاهل حبي. وا 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 وا. فانتي بالنسبة لك رفض الموضوع لانه ولانه. حتسخط عليكم وعن المجتمع وعلى. في دلوقتي ايه ايه في في قلم وفي وضع لا يحسد عليه. وانا لازم اساعدها تطلع من المشكلة دي. بكل الحب وكل بتقديره بكل الاحترام. التفاصيل بقى عايزة كلام كتير لكن لكن ده لازم يكون الاتيتيود. لان في حاجات يا جماعة لما احنا فاكرين روحنا ان الامور في ادينا. الامور مش في ادينا. اصلا. فهي حاجات كتيرة جدا عايزة صالة. وحاجات كتيرة جدا لازم نديل مع المعطيات اللي عندنا. لكن انا دلوقتي بالذات اللي عيالهم لسه ما كبروش. فاكرين ان الامور كتير في ادينا. لا. هو ايه. انا فكرة ازاي ازاي نساعد الشخص في علاقته العاطفية دي موجودة في الحلقات بتاع اختيار شريك الحياة. في اختيار شريك الحياة بنتكلم عن الصداقة. العلاقات العاطفية المبكرة. اه. ليه خطر وايه خطرتها. ولو عندي مشاعر ناهية حد. ازاي اقدر اطلع بره المشاعر دي. فكل ده احنا ايلينه في حلقات على فكرة موجود. فاحنا كاباء محتاجين نزاكر الحتة دي. مش اختيار شريك الحياة انت اخترت خلاص. لكن اه تزاكر الحتة دي لان دي اللي تقدر تساعد بيها ولادك. ازاي لو في مشاعر ناحية حد مش ناحية حد ما ينفعش. ازاي اقدر اطلع بره المشاعر دي. مش بامر هي ما تجيش بامر. فبنتكلم عن التدريب الفكري وتدريب العاطفي وتدريب الروحي. وعملين تلاتة انواع من التدريبات. بنعملها عشان اقدر الم مشاعري واطلع بره علاقة مش مزبوطة. فده ما احنا ايلينه. احنا مش 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 هنقدر نكرره دلوقتي لان ده واخد يمكن محاضرة او اتنين حاجة زي كده في اختيار شريك الحياة. في اختيار شريك الحياة بيبتدي بالليه انا محتاج لعلاقة مع الجنس الاخر وبعد الصداقة وبعد العلاقة العاطفية وبعد اختيار شريك الحياة. ففي الحتة دي احنا متكلمين بالتفصيل عن ازاي اساعد نفسي ازاي اساعد غيري ان يطلع من علاقة عاطفية مش مزبوطة. طيب قصة المذاكرة. ايوة مسأل المذاكرة ايوة. زاكر 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 لا ما بزاكرش فالنتيجة ان انا هسقط فانا عشان اكبر منه فهم انه اه قصة الاشغال يعني هتعمل ايه بعد كده ما هو مستقبل ضاع خلاص. فده اختيار. لو سقط سنة ضاع. لا خالق يعني لو بنا بتكلم سنوية عامة مسلا. اه اوكي. يعني انا يعني انا شفت الكيس دي لحد قريب مننا. يعني اللي هو زاكر واااا وكورسات ودروس ومش عارفين. فا. كويس. هو مش عايز تزاكر. فان انت عملت تضغطي عليها. ومش بيزاكر. هانا مال ايه? خلاص انا اخدت قرار انك تزاكر. ياريد. يعني انت ابتريتي حوارك بتقولي في حاجات مش هينفع سبهاله. انا لازم اخد قرار. فاز ازاي في موضوعك المذاكرة هتاخد قرار. هتزاكر انتي. انا بتكلم من الواقع. انا بتكلم من الواقع. فهمتوني? ايه بس المذاكرة دي واقع. طبعا. هتاخد ازاي في ك قرار. تحتمل عليك. هتقولي له. حبيبي لو جبت مجموع قليل. هتخش كلية قليلة. وده هقصر على كريرة. لكن ده متروك ليك. زاكر 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 زاكر. هو ممكن يعني دي يعني دي يعني. لأ 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 لأ. رميت للكورة وسبت له مسئوليته. يمكن دي اللي اتفوقه. صح? ده يمكن دي اللي اتفوقه. طول ما انا شايلها المسئولية. ها? وانت ربسان انت ربسان ساقجي وعمال اضغط اضغط اضغط. ممكن يبقى رد فعله سلبي سلبي. ويشايلني. اصلاك انت اللي طلعت عناي وانت اللي ضيعتني. جواه. اخدت بالي. لكن انا عايز اعمله ككبير مسئول. كل ما بعمله كبير مسئول هو بيعمل نفسه كبير وبيتحمل ايه؟ المسئولية. بعمله عيل وبخدله قراراته. هيتعامل معايا كده. طيب ماشي. طيب انا عيل بقى. انتو فاهميني يا جماعة. ده بيور سايكولوجي ده 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 عالم نفس. ده 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 احنا. مش كده مش احنا حصل معنا كده. فازاي اتعامل معاه انه كبير فيبقى كبير. اشهر المسئولية فيتحمل المسئولية. فاهميني؟ فيه بقى يزاكر ما بيعرفش يحصل. يعني عندنا حد من الولادنا مسلا كان يزاكر اكتر واحد يزاكر. يخش الانتحان ما يعرفش يكتب. بطلع عنده مثلا ديسليكسي. طلع عنده نوع من انواع ديسليكسية. انه ما بيعرفش يكتبها. يعرف يقولها. لكن ما يعرفش يكتبها مسلا. عمل عليه. وده بعد. وبعدين اينشتاين كان عنده ديسليكسي. ما عندناش اي مشكلة خالص. فاهمها صدي? وبعدين اول ما كبر شوية في الجامعة راحت الحكاية دي وبقى عارف بس كان عامل عليه. هو متحمل اسئولية. فهم مش زي بعض. هم مش زي بعض. وقدراتهم مش زي بعض. واخوك كبير جاب تسعة وتسعين ودخل مش عارف قليت ايه? انت مش عل من اخوك. ما تقرنوش. ما تقرنوهمش ببعد. كل واحد مختلف. ومش اللي دخل طب. ولا دخل هندسة هو اللي حينجح. واللي دخل اه اه تجارة مش هو اللي حينجح. ده يمكن هو ده اللي يصرف على الاخواته بعد كده. والدكاتر هوقفين اه متشحططين في الشوارع. عشان الكدر بتاعه مش مش ليني اكله. فمني يعني 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 انا 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 بكلم مش ده الواقع. فخليه نفسه. حشيليه المسئولية. وزي ما بقول اللي ححصده هنا هو اللي زراعته في الاربع مراحل اللي ايه? اللي قبلها. انا مش بعالج الموقف ده. انا بعالج هو ده تأثير ايه? اللي فات. عالج اللي فات. عشان في النقطة دي يتصرف صح. انا انا واضح? انا 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 واضح? وما تخشش معركة. فضالي. اه في الموضوع المذاكرة ده بس انا عشان اطمنكو احنا يعني ده مسأل وارد احنا عمرنا ما قلنا العيالنا ذاكره. عمرنا. كلمة ذاكر دي ما طلقتش من بقنا ابدا. عشان اتعقدنا مش حنصغيرين. اه يمكن. عشان اطمنكو انها ممكن ان الواحد يعمل كده وتمشي. اصببا ساعات بحس ايه ده او انا ينفع ما قلوش ذاكر. يعني في في قصة كده عش في ليها وقت ولا لا تخص حد من عائلنا بس انا فرقت معي قوي. نادر في مرة سقت في الاربع مواد. هو في كلية. عشان ما ما زاكرش. فاحنا كنا احنا مسافرين وقتها كلمنا وقلنا له بص يا نادر. اه ما تحاولش تخش الملحقة. احنا في طب بياخد يخش الملحقة الاربع مواد. فاحنا كلمنا. احنا طبعا المبدأ انه ما زاقنا ولا قلنا ليه. ولا اصلك ما زاكرتش ولا حاجة خالص من ده كله. خالص. احنا كلمناه قلنا له بص ما يهمكش. انسى انك انك تخش الملحق الاربع مواد كتير قوي. صيف بتاعك مهم. عندك حاجات كتير لتعملها في الصيف. كامبات ومشع في ايه بتاع. كمل ما تروحش كان في الكان بوقتها. وعيد السنة. كمل وما تروحش وعيد السنة واخد الاربع مواد براحتك. اباق زي الزفت احنا. راح بعدها. هو ده المسل. الفكرة بس انه الفكرة اللي انا عايزة اوصلها من القصة دي. اه بس لانا عايزة اوصله. خط روحنا مطرحه. يعني هو اكيد يعني اللي حصل له من لما سمع انه نتيك تو سائد في الاربع مواد اخد ما يكفيه من من احساس بالمدايق او من الزنب وا وا وا. فانا بقى لما هنتهرق هفيد بايه. لما هقوله يا ريتك هو عمال هفيد بايه ولا حاجة خلاص. هو حصد نتيجة اللي زرعه. خلصت. انا اللي هعمله هحط مسافة بيني وبينه ومش هساعده بس فول ستوب. فاحنا قلنا له ارجع وراه قص ينبسط وبتاعه وخلصنا وسانة جايح الله ربنا وربنا معاك وتشجيعات وكل اللي قدرنا عليه. بعدها بكم ساعة هو كلمنا. انا خدت قرار انا راجع دلوقتي انا بالم شانطتي وانا راجع مصر حالا. وانا مش هنزل من البيت وانا تخش الاربع مواد. ينادر مش هتقدر ده كتير. انا هعمل كده. ودخل وقعد على الكرسي لمدة شهر ونص ودخل الاربع مواد. وبين كلمت حد هناك يساعدني ان يجيب النتيجة. قال لي انسي انسي. مفيش حاجة. مفيش حاجة اسمع. مفيش حاجة اسمع. سقط في الاربع مواد في في يونيو. هينجح فيهم في سبتمبر. يا رب يكون نجح في مادة او اثنين. واللي حصل انه بعدها بشوية صار هت النتيجة ونجح في الاربع مواد. واستقتل. فالفكرة يعني احيانا احنا بنعمل مكهود في حاجة ما بتجيبش يا جماعة. بنوجع قلبنا وبنوجع قلبهم على الفاضي. يعني زي ما كنت بقولوك قبل كده نحاول نساعدهم من الحاجة تطلع منهم. يعني ساعدوا انه يكون عاوز. بس حايزة اقول انه وقت وهم صغيرين من من حداشر اتناشر علشان تمنتاشر بيبني نفسه. فلو ما ما تعلمش تحمل مسئولية مذاكرته بس. هو مش مطالب بحاجة غير مذاكرته. انا كده بسيبه واقول. ازاي حمله المسئولية? هو ده السؤال. انا بحملهله بانه. زاكر 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 زاكر. ولا ولا انا بحملهله ازاي مسئول. اني بعمله كراجل. اني بشجعه. اني بعمل المكافآت. باني بوفر له الجو المناسب. باني بشوف هو ليه مش بيذاكر. واساعده لحل للمشكلة. اصلي مش فاهم. طب انا لما بذكر لك احسن ولا بابا ولا اذا فيه مدرس. طب هي ايه المواد اللي انت كرحها? هو المدرسين عاملين معك ايه? اني بدور على علاج المشكلة. مش باصدر اوامر. الاوامر مش بتحل. هم عايزيني اللعبه طول الوقت. كويس اويس. انتي افتاح الشنطة معي وطلعي البتاع ومش عابق. يعني اعملي مع الموضوع. شادي اللي ما بيعرفش يا احفظ ده. كان ما كانش بيحب خالص العربي. مش عايزك. ايه يا شادي المشكلة? مش عارف احفظ. طب تعالى نتفق على اتفاق. بلاها نصوص. تيجي نخسر نمرة النصوص والايات الكرآنية دي خالص للابد. اتعملنا الدين ده مع بعض. وفعلا بنخش كل مرة. ولا حافظين النص ولا حافظين الايات الكرآنية. خلصت. احنا من ترجط باين. فانا وهو عملنا اتفاق بقولك سيبك منها يا عم اللي هتنكد عليكم علينا دي. اي دي عشر درجات ركزنا على الباقي كان بينجح. لان ده ما بيعرفش هو ما يردش يحف. الاخر ما حصلش حاجة تصدقوا ما حصلش حاجة دخل الجامعة وزي الفل دلوقتي وبشتغل وبيكسب وزي الفل. فاحنا برضو بنزنق روحنا بنزنق روحنا احنا والعيال في حتة. حتة ام. صاعدة ام. يا سيس ما اخدتوش مشهورة حد ليه زي. ممكن اتقول عندكو عيال ملايكة بقى. اصط يوان. العلاقة. 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 بص يا كسبيته ازاي. العلاقة. بحط نفسي مكانه. انا مش بعرف احفظ اعمل ايه? هو كان يحفظ البتاع. يجي كده مش بتجيب. ما عندوش. اخل اكبر منه يقرأ اي حاجة مرتين يسمحها. يشوف اي فيلم مرتين يسمح الفيلم كله. ده يقرأ الحاجة عشر مرات. مايفتكش من اولا حاجة. دي قدراته. تبقى اعمل ايه? اخوك. ما لي من الاخوه? اخوه عنده فوت. ما عنده حاجة. احنا لغاية الالت مش عارفين هو عنده ايه. يعني انا مش عارفين احنا 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 مش عارفين هو اصلا بيكلم جد يعني ظاهرة. فمش اقدر اقارنه بقى هو ما بترجع. خلاص احنا هنشوف زي ننجح في المادة دي. كل ما هو بيتحفظ. ها? ها? هنسيبه على ركز على القواعد. نركز على القراءة. ركز على الحاجات اللي نضمن ان النمر دي تنجحك. وينجح. لكن هقف في حت. لا هنحفظ. هم? مش هيعرف احفظ. بيعنا وقت وما خدناش الباقي. فسيط. دي غلطة مين? دي غلطتي انا. دي غلطتي انا. انا محطتش نفسي مكاني. وبحكمة الزمن عرفت ازاي اصعده. لما بتحط نفسك مكانه. وبتعرف تساعده. وبيقدر يقبل نصحتك. لان نصحتك نبعة من موقعه. فهمت. عملت حوار. اقنعت. بس فهمته الاول. انا فهمت فين المشكلة. انا فهمت فين المشكلة. فلما بعمل حوار بنتواصل على مستوى افقي. مش رأسي. مش باصدر اوامر. خلاص. خلاص. بح. بح ريحوا روحكم. فبقدر ابقى مخنع. فبساعده. فبنقزه. فبنقزه. خدت امثلة عملية يعني. بحطة بس صغيرة عشان نبقى فار. في عيال بقى بيجيب معاهم حتة يعني بيبقى اسكية قوي ومكفحين قوي. يعني نادر برضه عشان بقاش. لم قبل ما يخش الجامعة كان بيحب قوي ان انا نحفزه على المذاكرة. فلما قوله ذاكر دي حاجة بتبسطه يعني. لو نادر خلصت اسمعلك دي حاجة بتبسطه او سمعيلي. خدي سمعيلي عامليلي ديكتش. ففي عيال انت انت الاسلوب بتاع يلا وتعالى لو عندك حاجة سمع حالك طب ما نعمل اكتر وفتاع بيبقى عايز ده. وبيجيب معاه. كل ما تغليه. شو هو اللي طالب. بيجيب بيجيب بيجيب. فاديله. يعني لازم احس بنوع عيالي. ده اللي اللي بيجيب بالطريقة جهية وعايز وبتاع مش هقوله لأ تغور النصوص وبتاع. عشان بس ما نضيعكوش عشان كفي واحدة بنت صاحبتي عيالها الاوائل عالدوفها وبتاع كنت بقول لها انت انت بتعملي فيهم كداري. قدتلي جايبين معايا. فلو جايبين معاكي خير. يعني مش برضو مش هما مسا مكافحين وحنا نطلعهم اي كلام. سؤال هنا. وردة ونسيم. ايوة. المشكلة ايمان انه انه مرات اللي مش بيحب المذاكرة ومش عايز يعود بيقصر على البقين. فيبقى حتى لو في واحد بيقدر يستوعب ويجيب بسرعة. هو خلاص فكرة المذاكرة والقعدة اتلغت. فعشان نقعد بقى اللي بيحاب بيذاكر او اللي ممكن يقعد. خلاص التلاتة ما بيقعدوش. يعني وخاصة لو اللي ما بيحبش يذاكر الكبير وهو فعلا القدوة بتاعتهم. يعني بيسمعوا كلامه بيعملوا زيه. فخلاص التلاتة بقى مفيش مفيش مذاكرة. وطبعا انا يعني مش عايزة اشجعك. اصيحنا بيتنا كان مفيش مذاكرة الحقيقة. فانا مش عايزة يعني اواجيكم بداية بس بس انتي يعني ساعديهم ان كل واحد ياخد ظروفه يعني الكبير ده اللي عايزي زاكره وبيحبه مش عاكيه. يعني الكبير مش عايز فالبقين ماشيين وراه. اوتوماتيك. بقول لك يجاوب انت. لازم افصل ساعتها. يعني وقت المذاكرة كل ما فصلتهم عن بعض كل ما هيحصل انتاج. كل ما حطتهم مع بعض كل ما فيش انتاج. عايزين لعبه مش خناء عايزين لعبه. هم هم صغرين بتخنقوا بعد شو عايزين يلعبه. وهما صغرين بيعايزين لعبه بعدين يتخنقوا هم بيعايزين يلعبه وبعدين عايزين يلعبه وبعدين يتخنقوا يعني هي فقارات ما بين هو الخناء. يعني هو الخناء. نلعب وبعدين نتخنقوا وبعدين نكمل لعب. طبعا احنا فاكرين بعد ما بيتخنقوا هم مش يلعبه لو هم هيلعبه. هم وراهمش حاجة غير انه يتخنقوا يلعبه. فوقت المذاكرة افصليهم. فاللي هيزاكر هيزاكر واللي مش هيزاكر مش هيزاكر. ما تحطهمش مع بعض. لانا ساعتها اللي مش هيزاكر هيخلي البقين ايه? فلو جينا قولنا روحنا من المدرسة. ده وقت اللي بنعمل فيه الهومورك او الواجب بتاعنا. فحتى لو بيت صغير. ده في حتة وده في حتة وده في المطبخ وده في الحمام. اصدف الله. يعني اقدر اوزحهم. لان الفعال المذاكرة هيزا تركيز. احنا جزء من ان عيالنا ما ذكروش قوي ان هم كانوا تلاتة في قضة واحدة. وبيحبوا بعض موت. يعني بيموتوا في بعض وصحاب وكله على المفتشي. ولما نكلم عن الميديا ده ساعدتنا. لان كان عندهم في الوقت ده كمبيوتر واحد مفيش لاب توب مفي واحد وفي القوضة وعلى الباب جنب الباب. تاهم? طيب محدش هيشوف حاجة البقيين مش هيشوفوها. ده ساعدنا جدا في التعامل مع ميديا ما يتكلم عن الميديا. هنتكلم عن المشاكل بتاعت الميديا وازاي نتصرف في التحدي دوت. لكن نصحتي في المذاكرة عايزانهم يذاكروا يفصلهم. اللي يذاكر يذاكر وميذاكرش مزاكرش. اللي ياكل عادرس وينفع نفسه لكن مش يمنع البقيين ان هما كمان ايه? ما يذكروش. عزيزي المشاهد احباقي اشكركم عشان الحلقة دي اللي مليانة اسئلة هي خلصت الاسئلة. شكلها لسه فهنكمل مع بعض. ان شاء الله الى ان نلتقي في حلقة جديدة. ربنا معك. مجرس دي ميسي